السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم مواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 8 من الفصل السادس هنتكلم عن الميجرينج أوف ييلد سرس ايش معنى اليلد سرس اللي احنا نعمل لها ميجرينج؟ لأن احنا لقينا أن في اختبار الشد إذا كان على الالونجيشن أقدر أحسبها بأننا أجيب مثلاً الطول النهائي مواقس الطول الأولاني على الطول الأولاني مضروف في 100 فيديني نسبة الاستطالة طيب طيب وإذا كان على الالتيمت تنسايا السترس أقدر أجيبها عندي الماكسيمم لود الماكسيمم لود أو اللود الماكسيمم على الاريا فأقدر أجيب الايه؟ أقدر أجيب الالتيمت تنسايا السترس طيب وإذا كان على الفراكتشر أقدر أجيبه عند اللود الفاينال اللود الفاينال بأسيبه على الاريا الفاينال وأقدر أجيب الفراكتشار أما ليليل ده بجيبها إزاي في الحقيقة ليليل ده بجيبها بأحد طريقتين إما أن أنا هاخد اتنين من مية في المية واروح عامل خط موازي للألاستيك دي فورميشن زون خط موازي ليه فعندما يتقاطع مع الكيرف الأصلي يديني ييلد السرس ودي بنسميها اتنين من عشر في المية ييلد السرس ودي بعملها في الجريكة السعر تمام طيب ماذا لو أن عندي مثلا لو كاربون زي الرسمة دي وعند اتنين ييلد عندي ابر ييلد وعند لوار ييلد ساعتها أخد متوسط الاثنين يعني يبقى عندي هنا سيجما نوت اللي هي سيجما ييلد الساوي اليلد سيجما ييلد الأبر زائد سيجما ييلد اللور على اتنين يعني اجمع الاثنين اخد المتوسط حسابي للأبر واللور فيديني لإيه اليلد السرس ترجمة نانسي قنقر